أعزائي طلبة وقالبات الصف الثامن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما زلنا مع الوحدة الخامسة الجهاز الهضمي ودرسنا اليوم بعنوان كيف يحدث الامتصاص الجزء الأول ونبدأ كما تعودنا بسرد أهداف الدرس نتوقع منك عزيزي الطالب أن تكون بنهاية درسنا اليوم قادرا على أن أولا تصف تركيب الخملات في الأمعاء الدقيقة لدى الإنسان ثانيا أن تبني نموذجا يوضح كيف تزيد الخملات المساحة السطحية هيا بنا نتهيأ لدرس اليوم من خلال أشياء تعلمناها تعلم عزيزي الطالب فيما سبق أن الطعام داخل الجسم ينتقل عبر المسار التالي في القناة الهضمية فيبدأ أولا بالفم ثم البلعوم والمغيء كما يظهر في الصورة عن يسار الشاشة ثم المعدة ثم أحسنت الأمعاء الدقيقة ومن ثم الأمعاء الغليظة والشرج ولكن أين تتم عملية امتصاص الغذاء المهضوم في الأمعاء الدقيقة وما ميكانيكية الامتصاص في هذا الجزء المهم من الجهاز الهضمي تعالى بنا نستعرض ذلك في الشريحة التالية في نشاطنا الافتتاحي صفحة 33 سوف نشاهد شريطا مصورا لنلاحظ تركيب الخملات في الأمعاء الدقيقة انظر إلى أجهزة الجسم تعمل في تناغم وتناسق وموضع نقاشنا هو الأمعاء الدقيقة كما يظهر وبالتحديد جزء الخملات سوف نناقش كيف تزيد الخملات المساحة السطحية للأمعاء ويظهر في الصورة الأوعية الدموية واللمفاوية وتزيد المساحة السطحية من قدرة الأمعاء على الامتصاص فيما يشبه الزوائد الأصبعية والتي تظهر أمامك في المقطع المصور إذن مما تتركب الخملات لاحظ الشكل المجاور الذي يوضح تركيب بطانة الأمعاء الدقيقة تتكون بطانة الأمعاء الدقيقة من تراكيب تشبه كما أسلفنا الزوائد الأصبعية تسمى الخملات تزيد الخملات المساحة السطحية للأمعاء الدقيقة مما يسمح بامتصاص المزيد من الجزيئات القابلة للذوبان ويتم امتصاصها في أوعية دموية تسمى الشعيرات الدموية والأوعية اللمفاوية المعوية هل تسأل الآن عن تركيب الخملات ورؤيتها تحت المجهر؟ إذن ضع الشريحة الجاهزة تحت عدسة المجهر الشيئية وحاول رؤية الخملات في الشريحة من خلال عدسات المجهر وذلك من خلال التحكم في الضابط الكبير أو الصغير حتى تحصل على الصورة الأوضح والتي يظهر نموذجا منها عن يسار الشاشة في أسئلة المتابعة صفحة 34 سيطلب منك معلمك أن ترسم صورة واضحة للخملات مع ذكر قوة التكبير ويتوقع أن تكون الصورة كما ظهر أمامك الخملة والتي تشبه الزوائد الأصبعية وبها الأوعية الدموية والوعاء اللمفاوي المعوي ويكتب بجانبها قوة التكبير والتي سوف تكون 400X أو 400 مرة أكبر من الصورة الأصلية ما زلنا في أسئلة المتابعة؟ السؤال يقول إذا كان طول الخملة البشرية يبلغ حوالي 1.2 مليمتر أولا إذا نظرت إلى الخملة بعدسة 40X أي تكبيرها 40 مرة أكبر من الصورة الأصلية كم سيظهر طولها؟ القانون يقول طول صورة الخملة يساوي الطول الحقيقي مضروبا في قوة التكبير فإذا كان الطول الحقيقي 1.2 وقوة التكبير 40X أو 40 مرة إذن فطول صورة الخملة سوف يكون 48 مليمتر أو 4.8 سنتيمتر القسم الثاني إذا كان طول صورة الخملة البشرية 16 سنتيمتر وقوة التكبير 100X أو 100 مرة كم يبلغ طول الخملة الحقيقية؟ من نفس القانون الطول الحقيقي يساوي طول الصورة طول صورة الخملة مقسوما على أحسنت قوة التكبير فإذا كان طول الصورة 16 وقوة التكبير 100 مرة إذن الناتج سوف يكون 0.16 سنتيمتر أو 16 مليمتر وهو الطول الحقيقي للخملة هذا ما تعلمناه الخملات تراكيب تشبه الزوائد الأصبعية محاطة بأوعية صغيرة تسمى الشعيرات الدموية تقع الأوعية اللمفاوية المعوية تحتها وتسمح الخملات بامتصاص الجزيئات الصغيرة من الطعام المهضوم إلى مجرى الدم ألا تريد الآن تصميم نموذجا للخملات؟ في النشاط الثاني سوف نبحث هذا السؤال معا يلزمك خيط وقطعة من الورق حدد نقطتين على قطعة من الورق بالقلم ثم استخدم خيطا لتصنع خطا مستقيما من نقطة إلى نقطة أخرى قس طول الخط بالمسطرة غير الخيط وصل بين نقطة ونقطة بالخيط ولكن بدلا من استخدام خيط مستقيم اجعل الخيط يتحرك إلى أعلى وإلى أسفل ليأخذ الشكل المتموج في الشكل التالي مد الخيط حتى يستقيم وقس طوله المطلوب للوصل بين نقطتين عندما يكون متموجا هل يطور سوف يكون نفس الطول إذا كان مستقيما أو كان متموجا بالتأكيد إذا كان متموجا سوف يكون الطول أكبر ناقش كيف تحسن الخملات امتصاص الجزيئات الخملات تأخذ الشكل المتموج وبالتالي تزيد أحسنت من المساحة السطحية وبالتالي تزيد قدرة الأمعاء على الامتصاص إذن فما هي إيجابيات نموذج الخيط وسلبياته إيجابيات نموذج الخيط أنه يوضح لنا بصورة مبسطة كيف أن وجود الخملات والذي يشار إليها بالخيط المتموج يزيد في مساحة السطح بينما سلبياته أنه لا يعطي قياسا دقيقا لذلك وسوف نجيب عن هذه الأسئلة بالتفصيل فيما هو قادم إذا قمنا بتسجيل طول الخيط عندما امتد بشكل مستقيم بين نقطتين وقمنا أيضا بتسجيل طوله مرة أخرى عندما كان متموجا كم مرة كان الخيط المتموج أطول من الخيط المستقيم بكم مرة؟ يمكن أن يكون طول الخيط المتموج أطول من الخيط المستقيم بثلاثة أضعاف بثلاثة مرات حسب شدة التموج التي قمت بصناعتها السؤال التالي من أسئلة المتابعة يقول استخدم الخيط كنموذج لتشرح كيف تزيد الخملات المساحة السطحية للأمعاء الدقيقة عند قياس طول الخط المتموج نجده أطول من الخط المستقيم بالتأكيد في مسافة محددة بين نقطتين وقياسا على ذلك تزيد الخملات مساحة سطح الامتصاص للأمعاء الدقيقة سؤال التالي توقع ما سيحدث إذا لم تكن لدى شخص ما خملات في أمعائه الدقيقة ماذا سيحدث يا ترى؟ ستقل مساحة سطح الامتصاص للغذاء وبالتالي سيعاني هذا الشخص صعوبة في امتصاص الغذاء والاستفادة منه سؤال التالي قيم نموذج الخيط للخملات وبين إيجابياته وسلبياته استخدامنا للخيط للتعبير عن الخملات له إيجابيات وله سلبيات هل تستطيع أن تقيمها؟ الإيجابيات يوضح استخدام نموذج الخيط أن المساحة السطحية تزيد في وجود الخملات بينما السلبيات أنه لا يعطينا نسبة دقيقة بين مساحة السطح المتموج والسطح المستوى إنما هي نسبة تقريبية فقط سؤال التالي اقترح تحسينا أو أكثر على النموذج الخيطي الذي يصف الخملات إذا كان الخيط أحسنت رفيعا أو حادا دل ذلك أو ساعد ذلك على زيادة التموجات نأتي الآن عزيز الطالب إلى ملخصي درس اليوم الخملات تركيب توجد في بطانة الأمعاء الدقيقة تشبه الزوائد الإصبعية محاطة بأوعية صغيرة تسمى الشعيرات الدموية وتقى تحتها الأوعية اللينفاوية المعوية ثانيا تسمح الخملات بامتصاص الجزيئات الصغيرة من الطعام المهضوم إلى مجراء الدم ثالثا يؤدي وجود الخملات في بطانة الأمعاء الدقيقة إلى زيادة مساحة سطح الامتصاص إلى التقويم صفحة 37 سؤال يقول صف ما يحدث للطعام في الأمعاء الدقيقة فكر معي أحسنت يمتص الطعام يتم امتصاص الجزيئات الصغيرة القابلة للذوبان من الغذاء المهضوم ونقلها إلى مجراء الدم سؤال التالي ما الأوعية التي تقع تحت الخملات والمسؤولة عن امتصاص الدهون تعرضنا لها أكثر من مرة خلال درس اليوم إنها الأوعية اللمفاوية المعوية السؤال الثالث حدد الأوعية الدموية والأوعية اللمفاوية المعوية في الشكل الذي ظهر أمامك انظر جيدا إلى الشكل حاول أن تحدد الوعاء الدموي والوعاء اللمفاوي المعوي الوعاء الدموي أولا ظهر كما يظهر ويشير إليه السهم بينما الوعاء اللمفاوي المعوي ظهر كاليا كما يظهر في الصورة كل الأمنيات لكم أعزائي الطلاب والطالبات بالتوفيق والنجاح والسداد ترجمة نانسي قنقر